بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين أكرر طلبي من جميع الإخوة الذين تابوا من الوهابية أن يرسلوا رسائلهم وأقنع من تاب أن يرسل رسالته لماذا؟ لأن كثيرا منكم يطلب أن نستمر في هذا البرنامج طيب نستمر من غير وقود أرسلوا لنا هذه الرسائل عندنا عدد من الرسائل بفضل الله ستنشر قريبا ولكن نريد أكثر حتى تعم الفائدة الأخ الفاضل بعد السلام والتحية يقول عمري 21 سنة كنت في البداية أحسب مشاكل وهابية على خير حتى أدركت الحقيقة ثم تركت هذا الفكر الخبيث لأسباب الآزية الأول تكفيرهم للمسلمين بالجملة ويقول حتى سمعتم من بعضهم من أحل المعازف هو كافر طبعا ليس كل الوهابية يقولون بهذا إنما يقول سمعتم من بعضهم طبعا شيء طبيعي لأن وهابية يعني عباءة كبيرة فيها أشكال والوان كل واحد مشتد مطلق ثانيا الكبر الشديد عندهم بلا شك يوجد تكبر شديد جدا جدا ويرون أنفسهم على الحق المبين ويهزؤون بجميع علماء الإسلام فهنا يقول مثلا يفسقون ويبدعون جميع الأمة بما فيهم العلماء حتى إنني سمعت أحدهم يوما يقول لا أتفق مع الشيخ الذي كفر من يحل المعازف لكني أتفهم لماذا قال هذا وأخذ يسوغ له وآخر يقول من حق الألباني أن يبدأ أحمد بن حنبل في مساءة وضع اليدين في الصلاة لأن كلاهما أئمة ماشاء الله بسبب تدريسهم لكتب ابن تيمية في بداية تقرير عقيدة وهذه كارثة يقول وأنا أحبه ولكن كتبه ليست كتبا دراسية هذا كلام تكلمناه مرات كثيرة هذه كتب ردود علمية وأشياء فيها حق وفيها باطل لا تصلح للدراسة رابعا بسبب تقريرهم لكلام محمد بن عبد الوهاب هكذا يقول أخذاه الله وخلصنا من بدعته لطلاب صغار ويكفيك أن البداية تكون بنواقض الإسلام خامسا بسبب بدعتهم في الفقه والدعائهم أنك تستطيع فهم الكتاب والسنة مباشرة بدون علوم آله سادسا بسبب كذبهم على إمام أحمد والدعائهم أن محمد بن عبد الوهاب يقرر عقائده وأنهم على عقيدة السلف وإذ بي أفاجأ عند قراءة الكتب للحناب الحقيقيين أن الوهابية كذبون سابعا تحريفهم للكذب وهذا طبعا تحدثنا عنه في حلقة سمع الوضعون الجدد ثامنا حمل الناس على قول واحد وتقليل دارة الخلاف السائغ تاسعا تجريئة الناس جميعا على الكلام في الدين بغير علم وابتداء وأبشع الطرق لفهم النصوص عاشرا تعرفهم بسيماهم هذه فعلا بلا شك الوهابي على وجهه ظلام لا يخفى إلا على الأعمى أعمى البصيرة ولو وافقت مناهجهم وخالفتها هذه المسائل جعلوك ضالا عندهم مسائل جعلوها قطعية اللحية النقاب الثوب كذا تدخين وهكذا المولد حادي عشر بسبب كذبهم على أي فرقة أو مذهب كل من يخطيهم فهو مبتد أو ضال ثاني عشر الضعف العلمي الشديد بالنسبة 90% على الأقل من مشايخهم ثالث عشر المثالية الوهمية فقد جعلوا حياتي ونفسيتي كابوسا وكنت دوما أحس أنني أبعد الناس عن الله رابع عشر حقدهم الواضح على علماء الأشعرية وتكفيرهم لهم خامس عشر عدم الإعذار بالجهل في خلافين وهابي الإعذار بالجهل والآن موضة يعني مسألة ساخنة جدا في وسط الوهابية وفيهم ردود ومناقشات ومناوشات سادس عشر جهلهم الكارثي بأصول الفقه ومقاصد الشريعة حتى قال لي أحدهم يوما وأنا أناقشه في مسألة فقهية خلافية لا تكون مقاصدي إلى هذا الحد ما المشكلة لو كان أغلب الأمة فساق هم أصلا هذه المسألة أو بدونها فساق في الحالتين لأننا في زمن فتن سابعشر تفسيق الناس وتكفيرهم على مسألة خلافية ثامن عشر عدم الفهم والتعامل الصحيح مع كتب ابن تيمية كما فعل حنابلة وفرض فهمه الضيق على الناس تاسع عشر تحريمهم بعلم الكلام والمنطق والفلسفة وخوفهم عموما من أي فكرة تناقضهم عشرون التشغيب المستمر في أي خلاف كما يفعل أطفال حادي وعشرون الوعظ بدون فقه وتجيلة الناس عليه ثاني وعشرون أهم الأسباب كرامة من الله عز وجل لأنه كما قال الشيخ محمد عبد الواحد لا ينجو المرء من الوهابية من هذا الفكر إلى بكرامة وكما قلت يا دكتور إذا فكر المرء لحظة واحدة لن يكون وهابيا فختاما أحمد الله عز وجل وأشكر فضيلتكم وأشكر الشيخ محمد فالله عز وجل هو الذي هداني لمشاهدة كثير من مقاطعكم ومحاضراتكم واتباع ما فيها من حق وأدعو لكم وأطلب من فضيلتك تعليق على هذه الرسالة زاد نصيحة لي عموما وفي طالب العلم خصوصا وقد نويت إن شاء الله الالتحاق بالرواق الأزهري قريبا عندما يفتحون التسجيل جزاكم الله خيرا هذا كافي نصيحتي لك أن تدخل في الرواق الأزهري وأنت تعلم العلوم الصحيحة وأن لا تقف هكذا عند الوهابية ورد على الوهابية تعلم العلم الصحيح علوم الآلة أنت وضعت يدك على أشياء وأسباب حقيقية تدعو الإنسان لترك الوهابية ولخصتها أخيرا لأنها كرامة من الله سبحانه وتعالى وذكرت المقولة المشهورة أنه إذا فكر الإنسان مرة لن يكون وهابيا لذلك سأجعله عنوان هذه الحلقة لأنك فكرت مرة واحدة طبعا أكيد فكرت مرات كثيرة ولكن التفكير مرة واحدة يجر إلى تفكير كثير وعندك متلاقضات كثيرة جدا جدا لماذا كل الأسانيد أشاعر وما تريده لماذا ليس عندكم إسناد واحد للنبي عليه الصلاة والسلام كامل لماذا تقرأون القرآن والسنة على الأشعرية لماذا إذا أردتم أن تشرحوا كلمة لغوية واحدة ترجعون لكتب الأشعرية وليس عندكم بديل لماذا تستحلون الكذب على الأشعرية تقولون معاطلة وهم لم يعاطلوا تقولون جهمية وهم يحاربون الجهمية تقولون يقدمون عقولهم على النقل وهم يحاربون ذلك ويرفضونه لماذا تستحلون الكذب على المخالف فكر في الدعوة العريضة كتاب وسنة بفهم السلف دعاية عريضة كتاب وسنة بفهم السلف تأتيهم بالكتاب والسنة لا يقبلونه إلا إذا وقع عليه ابن تيمية وبفهم السلف يأتيهم كلام السلف الصحيح المريح الواضح في الباب كقول الشافع رضي الله عنه في البدعة فيرفضونه قاصدين عامدين فكر في هذه التناقضات قالوا لكم المذاهب فرقة المسلمين وأنتم الآن كل فريق يبدع الآخر طيب يفرض أني الآن السلف جديد تأب يعني الآن يفرح الوهابية بهذا وربما تجدها في إعلانات على قنوات يوتيوب عبدالقادر حسين يتوب من الأشعارية الآن قررت مثلا مثلا أن أترك الأشعارية وأعودي للوهابية فإلى أي فريق أتبع الجامية المدخلية مبتدعة عند السرورية السرورية مبتدعة عند المدخلية والجامية داعش مثلا داعش خوارج وكلاب أهل النار عند المدخلية جميعا النصرة هم كفار عند داعش ومرجية فماذا أفعال ليه مقطع قديم راجعوه عنوانه أريد أن أكون سلفيا ولكن ولكن ماذا التفكير مطلوب فكروا مرة واحدة لا تخافوا العقل الله أطاك إياه لتعمل به لا لتعاربه لفت أخونا انتباهي لقضية كنت دائما أكررها أن ابن تيمية كل ما أشاعه الوهابية من كتبه ليس كتبا يعني تأصيلية ما المرأة تأصيلية؟ يعني متون وحواشي حفظت وروجعت وشريحات على مدى قرون كلها إما رسائل التدمرية الواسطية كذا كذا أو ردود من هاج السنة النبوية يرد على الشيعة الصارم المسلول يرد على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام كلها ردود وأشياء تلبيس الجامية أيضا الفتاة ومسائل هنا وهناك أين الكتب التأصيلية؟ أين أصول الفقه عند ابن تيمية؟ أين الحديث النبوي؟ مصطلح حديث أين هو؟ دراية ورواة أين هو؟ لا يوجد أين علوم القرآن عند ابن تيمية؟ أين هي؟ أين الفقه الحنبلي عند ابن تيمية؟ قيل له بعض الكتب قيل لكن لا يعرفونها هذه ردود وأشياء لا 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 نأخذ منها علما العلم يأخذ الكتب الموصلة يدرسون الطالب في ابتداء أمره الواسطية والحاموية والتدبرية يدمرون عقله تدميرا كاملا فإذا الحمد لله على نعمة العقل والدين وشكرا لأخينا وأخذ عواني الحمد لله رب العالمين